سد الموصل إنحال إلى شركة إيطالية وهذا الشركة في دور أنه تهيت الأمور اللوجستية يعني من بناء أنه كارفانات والأمور وإن شاء الله تبلش به في عملية يسمونها التحشية تحشية للأسس السد السد آمن ومطمئن وبيه خزين مائي وبمنسوب أعتقد 314.5 أو ما يقارب لا ما يأثر نهائيا والخزين المائي جيد إن شاء الله وانطلقت المبادرة الزراعية للموسم الصيفي وخصص كمية من المياه إلى الأهوار وإن شاء الله التوفيق من الله